السيرة تروى كقصة اليوم تطورت الدنيا وصار هناك عندنا أدوات جديدة يجب أن نستعملها في طرح السيرة هذا صحيح وللأسف أن الأمة ما فعلت هذا يعني منذ فيلم الرسالة ما في جهود إلا جهود بسيطة مثل أوبريت وعليك يا حبيب السلام التي تعرض السيرة بطريقة إما درامية مثل الرسالة أو طريقة أوبريت مثل وعليك يا حبيب السلام غير هاتين التجربتين أنا ما أعرف طرح جيد يستعمل المولتي ميديا للسيرة النبوية حاولنا وأنا شخصيا كان لشرف المساهمة في هذا حاولت مجموعة من الأخوة في قطر وفي غيرها أنهم يعملوا مشروع لتحويل السيرة النبوية إلى فيلم عالمي وفعلا تم الشغل على هذه المسألة وتم الارتباط مع منتجين كبار مثل باري أوزبون الذي عمل لورد оф درينجز ومؤلفين كبار مثل الذي كتب الميتريكس والجلادييتر وغيرها يعني أنا احتكيت بهم بشكل مباشر وبدأ المشروع فعلا لكنه ما كمل بسبب أن لم يجدوا التمويل لهذا كيف أمة ما تصرف على مثل هذه المسألة أولا هي مربحة ماديا يعني أرباح عقار 7% ولا 8% أرباح هذا النوع من المشاريع ما تقل بكل التجارب العالمية عن 100% في هذه اللي يسموها أفلام الميغا أفلام الميغا التي تكلفتها فوق المائة مليون دولار تقريبا الآن وصلت أظن 10-15 فيلم ميغا ما فيه ولا واحد منها إلا وحقق أرباح أقل شيء 100% أقل واحد أفتار حقق 300% واسحب عليها تجارنا مشغولين بـ 7% ويتركوا مشروع مربح مثل هذا الشيء الثاني أنه فيه دعوة دعوة إلى البشرية الرسالة كان له دور أنا كنت في أمريكا الرسالة له دور في إسلام عدد كبير خاصة من المسلمين اللي أصولهم من ذوي البشرى السوداء لما شافوا بلال وإبراس دورة في الرسالة وكان إبراس عظيم تأثروا بهذا وأسلموا فعرض القصص عرض درامي حتى فيلم مالكوم ايكس لما تم إنتاجه فأيضا تم تأثير هائل إذن هو دعوة وهو تأصيل وهو ربح مادي للأسف أمتنا لا حكام ولا تجار مشغولين بمثل هذا وقاعدين يأخذون من فتاة الدنيا وتركوا خير الدنيا والآخرة فهذه دعوة لهم أن إذا كانوا جادين هناك فرق جادة ممكن تساعدهم في هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر